مرحبا وتحياتي للجميع بعد نزول زردشت من الجبل بعدما توصل إلى الحكمة هناك قصد المدينة ووجد في السوق حشود من الناس تجمعت لمشاهدة عرض سيقدمه أحد البهلوانيين وبعد أن أعلن زردشت على الملأ خبر أو نبأ موت الإله بدأ بالتبشير بالإنسان الأعلى هذا الإنسان الأعلى الذي أراده كبديل للفراغ الذي سيخلفه غياب الإله ورأينا في الحلقة السابقة كيف ألقى زردشت ثلاث خطب أمام الجمهور تناول فيها أولا الاحتقار الأعظم وثانيا الإنسان الذي يسير نحو الإنسان الأعلى وثالثا الإنسان الأخير الذي يقف كعائق أمام تطور الإنسان ورأينا كيف كانت ردة فعل الجمهور الذي قابل كلام زردشت بالإزدراء وبالتهكم وبدعوته للسكوت لكي يفسح بالمجال لبدء عرض البهلوان طبعا لي أنتهي ذلك الجزء بقول زردشت إنهم لا يفهمونني لست الفم المناسب لهذه الأذام ويبدأ الجزء السادس من ديباجة زردشت بالتاني لكن ها قد حدث الآن شيء الجمل ألسن وأجحظ كل العيون ففي الأثناء كان البهلوان قد شرع في عمله خرج من بوابة صغيرة وتقدم سائرا فوق الحبل الذي كان مشدودا إلى قلعتين متقابلتين ومعلقا فوق ساحة السوق وحشد الجمهور وكان قد بلغ منتصف طريقه عندما انفتحت البوابة الصغيرة ثانية ومنها اندلف فتى مزوق في هيئة مهرج وانطلق يلاحقه بخطا سريعة تقدم يا مشلول الصاق صاحب صوت حاد مريع تقدم أي تهدى بل متلكئة يا شاحب الوجه تقدم ما الذي تصنعه هنا بين قلعتين داخل القلعة مكانك والحبس أولى بك إنك تسد الطريق على من هو أفضل منك ومع كل كلمة كان يقترب منه أكثر فأكثر ولما لم يعد يفصله عنه سوى خطوة واحدة حدث الأمر الفضيع الذي ألجم الألسنة وأجحظ كل العيون فقد أطلق الفتى صرخت شيطان وقفز من فوق ذلك الذي كان يصد عليه الطريق لكن البهلوان وهو يرى خصمه ينتصر عليه هكذا أضاع الحبلة والعقل معا فرمى بقضيب التوازن وبأسرع منه هوا في الفراغ لكن زردشت ظل واقفا مكانا وبجانبه وقع الجسد منسحقا محطما لكن غير ميت بعد بعد برها من الزمن عاد إلى المهشم وعيه ورأى زردشت جاثما على ركبتيه إلى جانبه نحن هنا أمام مشهد وقصة رمزية مليئة بالاستعارات المختلفة فما علاقة هذا الحدث الذي يشبه السيرك في مكان ما وما علاقة البهلوان والمهرج وكل ما حدث بزردشت ودعوته في الحقيقة هذا المشهد إن أردتم يعني يختزل كل ما أراد زردشت قوله بخصوص الإنسان الأعلى ولكي نقف على الأبعاد الرمزية المضمرة في هذا النص علينا يعني أولا أن نلجأ إلى تأويل بعض المفردات وبعض الصور وبعض الأحداث داخل هذا المشهد فأولا مكان الحدث والجموع المحتشدة يرمز إلى الواقع وإلى الحياة وإلى الأرض بشكل عام ثانيا الحبل الذي يسير عليه البهلوان والمشدود بين قلعتين يرمز إلى خط مسار التطور الحيوي يرمز إلى خط مسار التطور الحيوي هذا المسار الممتد ما بين الحيوان والإنسان الأعلى ثالثا البهلوان البهلوان يرمز إلى الإنسان الأخير الذي يقف كحجر عثرة على هذا المسار مسار التطور الذي هو الحبل هنا وبالتالي بوقوفي على هذا المسار على خط مسار التطور هو فعليا يعرقل حركة تقدم التطور رابعا المهرج المهرج يرمز هنا إلى الإنسان الأعلى هذا الإنسان المستهزئ بكل الصعاب والمتشبع بحب خوض غمار التحديات الكبرى والمفعل لإرادة القوة في داخله طيب إذا أعدنا الآن قراءة المشهد مؤولا هذه المرة فستكون دلالاته الظاهرة على الشكل التالي خط مسار التطور الذي هو الحبل ممدود بين ضفتين الضفة الأولى ترمز إلى الوحش أو الحيوان الذي كانه هذا الإنسان فإذا الضفة الأولى ترمز إلى الحيوان الذي كانه الإنسان والضفة الثانية ترمز إلى ما يجب أن يكونه الإنسان والمتمثل طبعا في الإنسان الأعلى وعلى هذا المسار كما رأينا يقف البهلوان الذي يرمز إلى الإنسان الأخير وبالتالي هو يعرقل هنا حركة ضفق التطور هذا الإنسان الأخير الذي ما زال يحمل في داخله خصة الدودة وتفاهة القردة ولذلك رأيناه يحبو أو يسير وكأنه يحبو كالدودة على الحبل لكن ها قد أتى عصر الإنسان الأعلى الإنسان الأعلى المتفوق والقوي ورأيناه كيف انطلق مسرعا على الحبل على مسار التطور ولما كان هذا الإنسان الأخير يشكل عقب أمام تقدمه صاحبه تقدم يا مشلول الصاق وخاطبه أيضا قائلا وهنا يعني يركز على الكلمات في الكلمات على ضوء التأويل الذي قمنا به فيقول له ما الذي تصنعه هنا ما الذي تصنعه هنا بين قلعتين لماذا تقف هكذا معرقلا سير التطور وتضفق هذا التطور وإذا نذكر في الحلقة السابقة ما قاله زردشت حول أن الإنسان لن يتجاوز المرحلة التي هو عليها الآن إلا بعد أن يعي أنه جزء من دفق التطور العظيم هذا الضفق الذي لا يعرف لا الجمود ولا الثبات ورأينا أيضا كيف خاطبة زردشت الإنسان الحالي بقوله أنه لماذا تفضلون العودة إلى منزلة الحيوان على مجاوزة الإنسان لذلك أيضا رأينا المهرج الذي يرمز للإنسان الأعلى أيضا يصرخ بهذا الكائن الخانع والضعيف أن مكانك ليس هنا في منتصف خط مسار التطور وإنما مكانك هو في داخل القلعة لأنك تسد الطريق على من هو أفضل منك أما القفزة التي قام بها المهرج الإنسان الأعلى لتجاوز البهلوان فترمز إلى القفزة التطورية فوق المرحلة الحالية طبعا لاستكمال المسير نحو الضفة الأخرى نحو الإنسان الأعلى وأيضا سقوط البهلوان أيضا يرمز إلى انتهاء مرحلة لن تنتهي إلا بالتخلص من هذا الإنسان الأخير المرتبط بالمعضي أما بخصوص عناية زرادشت بالبهلوان بعد أن سقط وكيف أنه مكث عند رأسه فهذه العناية ليست حبا من زرادشت لهذا الإنسان الأخير الذي كان فعليا يحتقره ولكن لأن قيمة هذا الإنسان الأخير تكمن كما أخبر في الحلقة السابقة في كونه كان جسر عبور أو معبر وصيرورة اندثار ولكن في نهاية الأمر هذه قيمة جزئية أما القيمة الإنسانية الحقيقية في عرف زرادشت فليست ماثلة لنقل فيما نحن عليه الآن بل فيما يمكن أن نصبح عليه ليست ماثلة فيما نحن عليه وإنما فيما يمكن النصير ولذلك كان لابد من التغلب على هذا الإنسان الأخير وتجاوزه كي يتحقق التطور باتجاه الإنسان الأعلى في الواقع فكرة الإنسان الأعلى كما قلت وذكرت أدة مرات هي البديل الذي يقدمه نيتشي لملء أو لسد الفراغ الذي سيخلفه غياب الله عن مشهد الحياة الأرضية والفراغ الذي يحاول نيتشي التغلب عليه ما هو إلا العدمية لأن تفشي العدمية سيكون نتيجة محتومة لغياب أو لسقوط كل المثل العليا والقيم طبعا مع انهيار الأساس الذي كانت ترتكز عليه وهو فكرة الله وهذا ما سيدخل البشرية في مرحلة لم يتم اختبار يعني مثيل لها من قبل وبالتالي كاميرا نيتشي نحن هنا أمام نقطة تحول تاريخية للشكل الذي سيكون عليه العالم والإنسان في حياة لم تعود الخرافة تتحكم بها وهذا كاميرا نيتشي يطرح مسارين أمام الإنسان مسار هابط ومسار صاعد فإما أن يغرق الإنسان في طبيعته الحيوانية وينحط بغرائزه ويتفلت من كل شيء طبعا على ضوء سقوط فكرة الثواب والعقاب الأخروي وكل القيم وعلى ضوء إدراكه أن كل ما كنا نخلعه على هذا العالم من معنى وغائية وقصدية وحقيقة يعني كل هذه المقولات لم تكن سوى أوهام أضفناها نحن على العالم وبسقوطها سيظهر هذا العالم بلا أي معنى وعديم القيمة وهذا ما سيدفع بالإنسان بالإنسان الأخير بالتحديد إلى الارتماء في براثن العدمية لأنه ليس قادر ولا يريد ولا يأمل بتجاوز الصورة التي هو عليها وهذا هو المسار الهاضط أما المسار الصاعد فهو ما يبشر به زردشت وما يدعو إليه نيتشي وهو المسار الذي سيسير عليه الإنسان الأعلى الذي سيدرك أن العدمية التي خلفها موت الله هي كمثل ممر إجباري للتحرر من الوهب وهي كمثل المطرقة التي عفوا ستوقظه بضربة على الرأس لإعادة اكتشاف ذاته ومكامل القوة في داخله وهذا في حقيقته كما يرى نيتشي ما هو إلا إعادة اكتشاف للإنسان الذي جعلت منه كل هذه القيم وكل هذه العقائد القديمة يقبع في أسفل الحياة وهكذا كما يرى نيتشي سيدرك هذا الإنسان الأعلى أنه حر في هذا الوجود أنه يمتلك الحرية في هذا الوجود وأنه هذا الأهم مسؤول عن هذه الحرية وسيدرك أيضا بأن الحياة لا تحتاج إلى إله بقدر ما تحتاج إلى إنسان متفوق إلى إنسان كامل للحرية يكون بمثابة إله نفسه بوجه كل القيم القديمة التي كانت توجه أعماله بمقاييس قدر ما ورائي وقيم ومثل غيبية ولذلك فالإنسان الأعلى هو الذي يصنع قيمه بنفسه هو الإنسان الساعي نحو القوة والحيوية وتفعيل طاقاته وتحقيق ذاته في مقابل كل القطعان البشرية الضعيفة والخانعة وسط هؤلاء جميعا يقف إنسان نيتشي الأعلى القوي والقادر على تحمل تبعات كونه حر في هذا الوجود فلا يسقط كمثل غيره في اليأس والعدمية ولا يرضى أن يعيش كالطفيليات على هامش الحياة وهذا هو المسار الصاعد في مقابل المسار الهابط للإنسان الأخير هذا هو المسار الصاعد الذي يدعو إليه زردشت ويبشر به نيتشي وبجملة واحدة إن أردتم لنختم فالإنسان الأعلى بوصفه بديلا يعني أنه التجسيد الأرضي لمفهوم الإله وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر